اشتركوا في القناة فقد دفع أردول باستقالته بمبررات تنظيمية ومن ذات المدخل جرى قبول استقالته التي قيل إنها احتوت على خروقات تتصل بالتنظيم فكما تدين تدان فما هي وجهة الرجل القادمة وهل من دور له في مرحلة السلام بعدما خبرنا جميعا أدواره في زمانات الحر أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء الثاني من حلقة اليوم الذي نخصصه لنقاش مواضع سياسية مختلفة لعل أبرزها استقالت الأستاذ مبارك أردول الناطق الرسمي السابق باسم الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار نبدأ الحوار معه شخصيا ولكن بعد هذا الفصل قوموا معي ترجمة نانسي قنقر تحياتي أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذا الجزء الثاني من حلقة اليوم دائرة الحدث والذي نناقش من خلاله عدد من الموضوعات السياسية معيات ضيفنا الكريم الأستاذ مبارك أردول الناطق باسم الحركة الشعبية الشمال سابقا أستاذ أردول مرحبا بك من جديد في الخرطوم إذن وفي هذا الستوديو لأول مرة أتساءل عن الصفة الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية الشمال سابقا لعله كالآن بدون هذه الصفة ما هي دواعي الاستقالة؟ ربما يتساءل السوداني لا في البدء والله أنا سعيد جدا يعني أكون في الخرطوم المرة الثانية وأتمنى أن أخرج منها كما أخرجت المرة الفاتر وعبرك يعني أنا أحيي الإخوة في السوداني 24 وأحيي أيضا الشعب السوداني وكل المشاهدين اللي بيشاهدوا الحلقة دي وأنا سعيد أطلع عليكم من جديد وأنا أتحدث عن قضايا كثيرة بتهمنا حاليا أنا ما عند الصفة غير أني مواطن سوداني يعني أسعى لخير ولمصلحة بلادي هذه الصفة التي يمكن أراها تناسبني حال في نقطة رائع لماذا أزلت الصفة القديمة؟ ربما من تعريفك من قاموس تعريف مبارك أردوح الله يا أخي راشد يعني أنا أدري أن أقول لك كلام مهم جدا يعني في العمل العمومي سواء كان عمل سياسي أو أي عمل حتى في العمل الصحافي أو أي نوع من أشكال الأعمال التي تخدمها بتخدم وفق قناعاتك وبتخدم وفق يعني رضائك كشخص وخاصة إذا يكون عمل طوعي إذا بتشتغله ممكن تضحي بوقتك والضحي يمكن بروحك وحصل برضو وكذلك بتضحي يعني بضحوا معاك ناس تانين الأسرة بتاعتك الخاصة والأسرة الممتدة زي الوضع بتاعنا في السودان فأقل حاجة أنت بتكون طالبة أنه بتكون شغال في محل يعني أنت يعني مرتاح نفسيا فيه وراضي عن الشيء بتعمل فيه إذا حسيت أنه الكلام ده يعني باللغة البسيطة اللي بقوله السودانين في الشارع أنه الموضوع ما جايب حقه أحسن مما تعمل مشاكل ويعني تلخبت الناس أحسن تروح بسلام يعني يعني استمرارك أقول على المقاطعة استمرارك كنتق رسمي سابق باسم الحركة الشعبية لم يكن أمرا مريحا بالنسبة لك يمكن أن نفهم هذا الأمر أنت مرتاح بشكل أفضل يعني والله أنا برضو أكمل ليك الجزء الأول يعني أنه مثلا عندنا في الحركات بتاع الكفاح المسلح دائما الطريقة بتاع إدارة الخلاف يعني مازل الأحزاب السياسية لو الناس اختلفوا طوالي بتشاكلوا يتحاربوا تقسموا لقبائل تقسموا لغيادات تقسموا هكذا وتاريخيا بيزاد عندنا في الحركة الشعبية يعني ديها حقيقة ما بنقدر نخفي عن الناس ولا عن الشعب السوداني ولا المشاهد إنه تاريخيا كل حركة الكفاح المسلح عندما تختلف يلجوا للوسيلة بتاع السلاح طوالي أنا قلت أفضل نتبع طريق تاني إذا اختلفت تدير خلافك بشكل مدني يعني إنه والله يا أخي الموضوع ده أنا ما قادر أو في صعوبات أحسن تمشي تقدم استغالة وإذا شايف إنه الأمر ده في صعوبة أو يعني الطريق مغلق إنه يتم إصلاحه فالصفة هي ما غاية صراحة إنك تكون قاعد في مكان وتكون عندك موقع وأنا ما كان عنده صفة بس كناتق رسمي بل كنت عضو كمجلس غياد يعني ولو كنت دير رقوا كناتق رسمي كده وبس أنطق وأتكلم وأصحر في الإعلام والميديا وكده ما كان استدعى إنه أقدم استغالة لكن المهمة الرئيسية اللي كان أنا شايفة يعني واقع على رقبتي أو واقع على مسؤوليتي كشخص كعضو في المجلس الغيادي ومعروفة المؤسسات دي الهيئة بتاعت المجالس الغيادي هي أعلى هيئات هي بتغرر في شؤون الحركة وبتغرر في شؤون التنظيمات السياسية إذا أنا كنت قاعد عضو زي ما مرضو صدقنين بقول ليك يا أخي إنت مريس ومتيس مرضو ما بتقبل يعني فإما نكون قاعدين كريفاق وإخوة نتشارك في اتخاذ القرار ونمشي أمور الحركة كلنا مع بعض وإما نحاول نصلح الخلل وإما لو أنت شايف في صعوبة أحسن شنو يعني تشوف حاجة تانية وتتخلى عنها وتتنحى يعني بصراحة وده أنا على الأقل شايف إنه أفضل لي إذا الأمر هذا في صعوبة أفضل أنك تمشي يعني بدل ما تقعد وتكون قاعد كما يقول خميرة عكنا يعني ويمكن تصرف تصرفك عملها الدام ولا كذا ولا كذا فلقيت الاستغالة هي أفضل خيار قدامي يعني طيب هذا الحديث ربما يشير إلى الكثير لكن البعض أستاذ مبارك ربما تحدث عن عن مشكلات أو خلافات دارت بينك وبين عدد من القادة في الحركة الشعبية قطاع الشمال تحديدا مع ياسر عرمان ماذا دقة هذا الموضوع أو هل لك أن تطلعنا هل يمكن أن يفتح هذا الصندوق أم أنه صندوق أسود يعني والله أنا أدريك حاجة طبعا برضو يعني في العمل السياسي دائما المحالة التي طلعت فيه على قلب تحترم العشرة بتاع الرفاق أو بتاع نظوم الحس الزول وقاعد معكم شغال في التلفزيون هنا واختلف معاكم برضو ما يمشي يعني يقول تفاصيل التفاصيل وبرضو يعني محترامين المشاهد وكذا ما كل التفاصيل تحتاج أنك تقولها يعني في بعض الأسرارة ما حقولها حتى على نفسي بس كتبا يعني صراحة لأنها ما مهمة وطلع على الناس بكون شغال غسيل ليس إلا يعني وما مفيد الناس ربما بتلتغي في مجارب الحياة المختلفة والناس ما بتحرق المراكب دائما يعني أنت طالما مشيت في جزء من الكلام ما بيتقال لكن بالشكل عمومي أنا ممكن أتكلم لك أقولك يعني أنه زي ما تفضلت في الاستغالة وكتبت الكلام أنه في قضايا تنظيمية ومعروف أنه بعد الحركة انقسمت في الانقسام بتاع عبدالعزيز عندنا يصطرح قضايا جزء منها موضوعي وأنا كررت الكلام ده كتير متعلقة بنفس القضايا لأنا جئت طرحتها اللي هي مسألة بتاعت يكون فيه تنظيم داخل الحركة والطريقة بتاعت العمل بالطوارد ما بتنفع صراحة إنه بتنادي تكون لجان موقتة تأدي مهام والناس يمشوا تاني يجي طريقة ما جميلة يكون فيه مجالس وفيه هيئات ومؤسسات شغالة ويقع على نفس عاتقة المسئولية وإنك تكون عارف الصادر والوارد والخارج يعني أنت مسؤول منك منو أنت مسؤول من منو كيف الشغلة التنظيمية يتم باته شكلي وده جزء من القضاء لأنا طرحتها وكان فيه صعوبة صراحة إن القضاء دي تم قبولة خاصة يعني المسئولية الرئيسية بتقع على رئيس الحركة ونايبه لأنه الأمينة العام ده شخص ده ينضم جديد داخل الحركة بجهود نحن قمنا بها يعني أنا ما بحمله كثير من المسئولية لأنه هو ذاته قاعد زي ما بقول في آخر محطة منتظر إصلاحات تحدث يعني وكان بيقع علينا أن إحنا التلاتة لأنه أكتر ناس كنا ظاهرين بطبيعة مهامنا وشغلنا وكده واختلفنا يعني إنه حول الأولوية إنه يا أخي حلنا عمل التنظيم ما نعمله في المرة الأولى وكترحنا الكلام ده كان فيه مبررات يعني يعني إنه يعني أو مهدئات إنه يا أخي في حرب في النظام البشير قاعد في السلطة ونحنا خلي لا صوت يعله فوق صوت المعركة وخلينا ننتهي من المعركة الرئيسية من قسم المعارضة من شقيقة وعنا كنت أبسكت يعني إنه خلاص تسكي خلينا نمشي قدام لكن بعد البشير سقط تاني العزار دي ما شغالة صراحة إنه يكون في خطوات جدية وحسيسة أو على الأقل أنت تحس بها يعني في إرادة لبناء الحياكل دي والمؤسسات دي إذا بيقى ما في بيقى فيه أشخاص دارين يستمروا بنفس الطريقة القديمة في اتخاذ القرار وتسير شون الحركة بالطريقة اللي هم عايزينهم الطريقة زي دي على الأقل بنحترم نفسنا يعني ونحترم تاريخنا ذاته إنه ما بنشارك فيها صراحة المبررات انتهت صراحة عشان كده ما شايف كان في سبيل هل هؤلاء الأشخاص قيادات في الحركة الشارية؟ نعم أيوه نعم موجودين أنا تكلمتها قلت الرئيس ونائب الرئيس يعني صراحة نائب رئيس الحركة الشارية ونائب رئيس الحركة الشارية نعم نعم طيب توصلت معهم وبالتأكيد توصلت معهم ودفعت بهذه وجهات النظر هذه ما كان ردهم؟ الآن هم يتفاوضون حول قبائل السلام نعم طبعا هذا الحديث ألا يؤثر؟ محركة طبعا مسلحة وموجودة حتى لو كانت صغيرة ولا كبيرة ومسيطرة على مناطق محررة وعند عدد من الجيش موجودين هم لهم حق يعني يكونوا جزء من عملية السلام ويحققوا السلام أنا ما أنظر لهم بنظرة بتاعت إنه طالما أنا بقيت لا أنا لا أقصد ذلك بالطبع أنا أقصد أن هناك خلافات كما ذكرت خلافات تنظيمية كيف يمكن الدفع بعملية السلام في ظل وجود خلافات تنظيمية هيكلية كالتي ذكرتها؟ يعني طبعا هي هتأثر صراحة في عملية السلام وحتى جزء من القضايا اللي اختلفنا حولها حتى موضوع السلام ده إنه نريد أن نقرر فيه وفشانا حتى الحركة ذاتها بالزمن القيادة بتاع الشهيد دكتور جونغرانك كان في القضايا الكبرى يجمع القيادة العسكرية والسياسية للحركة وتقرر يعني وكان النقاش يعني اللي تفجر بالاستغالة هو ما كان حديث يعني ما كان في لحظة الاستغالة فقط كان ده نقاش يعني دار بيننا وبين الرئيس الحركة وجوزه من الزملاء في أعضاء المجلس الغيادي ودار من شهر 7 صراحة وأخذنا الشهر نحن في المناقشات وكده وجوزه منه أنا سافرت كشخص ومشيت وحاولت أصلح ما أصلحه والتقيت بالرئيس وتكلمت معه وكده لكن شفت الأمر ده في صعوبة صراحة إنه يتصلح يعني وقدم قمت قلت لهم يا أخي إذا هذا الأمر كذلك اتصلت على الرئيس وقلت له يا أخي أنا حرسل لك الرسالة وانت بطلع على الرسالة دي وقررت إنه أرسلها لي وأرسلها لبعض الزملاء داخل الاستغالة وكانت هذه الاستغالة لأنه يعني النغاش بدأ من شهر 7 وبالتحديد يعني أيام الجولة بتاعت أدي صبابة للمفاوضات كان النغاش في غمته يعني وحتى أنا كنت عند رأي في الطريقة بتاعت دارة التفاوض أو المشاورات الجارية في أدي صبابة كنت بشوفها طريقة يعني ما كانت سليمة ما كان مفترض الأمور تمش كده وانت كل السودانين جوشاهوا في النهاية نتيجة أطلعت شنو يعني حتى دخلت أملت خلاف داخل الحرية التغيير بين الجبهة السورية والمكيونات الأخرى بتاع الحرية التغيير نتيجة للطريقة الخاطئة طبعا والناس بيحاولوا في الغاهرة في جبال لمعالجة أو تدارك ذلك الأمر وما كان ينبغي الأمور أن تسير بذلك الاتجاه يعني طيب أستاذ مبارك يعني بعض ربما يطلق تساؤلا منطقيا أنت كيف تفسر قدرة الحركات المسلحة حركات الكفاح المسلحة في وحدة الأهداف وهذه القوة واللحمة العظيمة كما قلت لها الصوت يعني فوق صوت الرصاص أيام البشير وعلى التشضي في أوان السلم هذا الأمر لا يعتبر أنه أمر غير موضوعي غير منطقي يعني أنتم اتحتم في أيام الحر تتشضون أيام السلم إلى ماذا يشير أيضا هذا الأمر هذه طبعا الطريقة طبعا واضحة أنها ستكون حكسية يعني غالبا الناس بيجوا زمن السلام بيقدموا تنازلات عشان يكونوا جزوا من الكعكة لكن طريقة غير أخلاقية صراحة نحن ما حاربنا أو أنا ما شاركت في الحرب عشان يكون طرف في الكعكة ولا كذا إذا أدول دائر شغل أنا أصلا أنا كنت جيت بقيت نشط في التنظيم أنا قدمت استغالة من شغل وكنت شغال يعني والسودانين كلهم بالذات الناس بيجيون في كورتفان كأنا عارف أني أنا كنت شغال وقد تم انتخابي قدمت استغالة وجيت يعني فلا يعني اتخذ النضالة واتخذ الحركة كوسيلة للرزق ووسيلة للعمل صراحة والناس اللي بيجوا بيوحدوا أنفسهم وبيقدموا تنازلات أسناء السلام وكذا محترامنا لبعض الناس لكن في جزء منهم كثير الغرة الأساسي دارين يشاركوا في الكعكة ويكونوا جزء منهم لأنه السلام بيجيب مكاسب بيجيب مناقة مناصب عربات ومعشان امتيازات كثيرة على العموم فالحركات على الكفاح المسلحة اللي وجيت للجزء ثاني من سؤالك يعني دائما هي أنت طبعا بتشوف النتيجة أنه انقسمت الانقسامات أنا من خلال التتبع بتعايلها يعني ما كانت حول القضية الرئيسية لهم بناضلوا من أجلها يعني أي حركة انقسمت على الأقل ذاته الأسماء ما قاد تتغير بتلقى نفس الحركة لكن بتسمى باسماء الغايد ده دليل على أنه الحركة ما يتغير فيها أي حاجة يعني التغيير الجوهري بنيوي مافي يعني مافي تغيير في الأهداف مافي تغيير في البرامج مافي تغيير حتى في الإسم فالتيب سبب الانقسام شنو لو جيت سألت بتلقى سبب الانقسام هي المسألة بتاعت الإدارة الداخلية ليشنو للحركة الطريقة بتاعت المشاره وطريقة اتخاذ الغرار وطريقة بتاعت منوباجي وين وبقعد متين وبمشي كيف للمشكلة الرئيسية يعني داخل حركة الكفاح المسلح أو أقول على الأقل عضد من الحزاب السياسية المدنية وده برجع برضو للنتيجة وطبيعة يعني ممكن أقول لي يا أخي واحد يقول لي أنت حالم وكتسأل حركات مسلحة تمارس ديمغراطية وكده نعم حالم برضو في يعني مستوى من المستويات بتاعت المشاركة والاتخاذ الغرار الجماعي لازم يحدث على الأقل يكون مرضي نوعا ما يعني إنك كيف تدير الخلاف الخلاف ضاطع وإدارة الخلاف هي نوع من شنو نوع من العلم والفن يعني إذا فيه غيادة كان موجود ويشارك الناس وبتخذوا الغرار وكده على الأقل فيه مستوي من مستويات التفكير الجماعي والمشاركة الجماعية فيه بكون في الرضا لكن غالبا أنزل ممكن يقعد بعد ذاك يسوي الدير عايز وكده وبعد شوية الناس يستاوا من الطريقة بعد شوية دبع لنحرك براه ونفس الأهداف نفس البرامج الخلافات دائما قاد تكون بس حول الطريقة بتاع الإدارة ما طريقة بتاعشنو إذا كانت الإدارة السياسية وإدارة الحرب وكده وما قادت تكون خلافات حول الأهداف ولا البرامج إذا راجعت عنه طيب مبارك أردول شخصية تعرف عليها السودانيين ربما السودانيين الذين لم يكونوا يعرفوا مبارك أردول تعرفوا عليه أيام التفاوض الأولى أيام الاعتصام وتعرفوا عليه حينما قام المجلس العسكري بنفيهم خارج الخرطوم وتعاطف معه الكثيرون وحتى تحدث عنك الكثير من السودانيين حديثا جيدا الآن مبارك أردول يقف بموقف مثالي ربما بالنسبة للكثيرين وهناك استفهامات سنعود إليها بالنسبة لآخرين أيضا طيب إذا طرح على مبارك أردول أي منصب تنفيذي كمستقل مستقبلا هل سيقبل هل سيشارك في الكيكة أم أن هناك ضرورات ربما قد تجبرك على قبول أي حقيبة وزعرية أي منصب تنفيذي أو دستوري والله أنا در أوريك حاجة صراحة يعني قبل ما أرد للسؤال در أولا أشكر السودانيين كلهم عبر الشياس السوداني 24 الناس اللي تعاطفهم معنا والناس الخاتم فينا الخير يعني وبيفتكروا أنه إحنا بنعمل في حاجة قويسة وأتمنى أنه إحنا ما نخزيهم صراحة وما يعني يعني نكسفهم بتصرفاتنا السياسين ما تضمنون كثير برضو يعني ربما أننا تكونوا منصطين مننا وربما بكرة برضو يعني زي ما بقولنا قيل أدبنا يعني باللغة البسيطة فنتمنى أنه ما نقيل أدبنا للسودانيين وبكرة يزعلوا مننا صراحة أنا أشكرهم يعني يكفوا معنا ورسائل خاصة جاتنا واتصالات وكده وحنا ظل سودانيين موجودين قاعدين معاهم وأكثر حاجة يعني خلتني أنا يعني أقرر بعد قدمت السيغالة أنه أرجع دي جزء من التصرفات والعلاقات البنية أيام الاعتصام مع سودانيين وحسيت أنه يعني أنا محتاج أرجع سودان صراحة ما أقعد هناك وكده ونغاش دار بينه بين زملاء وحتى أسرتي الخاصة أنه يا أخي أحسن أنا أرجع سودان وأشارك في البناء زملاء في الحرية والتغيير أي واحد زملاء كتاري يعني حرية التغيير وحتى في حركات الكفاح المسلحة المختلفين أنا ما زلت على تواصل يعني معهم وكده حتى جزء منه غيادات مالك ذاته ما زلت على تواصل مع الغيادات العليا صراحة دي ما أسر يعني لما أنت برضو كله زي ما أقوله هلنا كله شوكة بتسلة بدريبة يعني عنده خلاف على قضايا تنظيمة بتحافظ عليه في المستوى ذاك ما بتدخل في القضايا الاجتماعية وأتمنى أنه دي يكون نهجي الناس كلهم هل هل هي اتصالات بشكل شخصي أم اتصالات شخصية هل تتوقع أن يعجب هذا الأمر عقار أو نائب والله أنا لا أسعى لي أرضاهم صراحة أنا أسعى أنه أكثر حاجة أكون يعني مبدأ يتجاه التعامل مع كل شخص أما بمسالة السؤال حول أنه منصب تنفيذي ووزيره كده أنا أكثر حاجة داير أنه الناس ما يربطوا الجير بتاعتدي بأنه فيه وعود ولا دار أشارك منصب تنفيذي أنا قبل كده عملت حوارات واتكلمتوا مبارح في المطمرة الصحفي صراحة أنا ما عند دنيا شارك في مستوى تنفيذي أو مستوى تشريعي أي حتة أنا بقدر أقدم فيها للسودان أنا مستعد لأنه حتى ذاته السلطة دي بتجيب مشاكل بالذات السلطة دي قدر شنو حسي في السودان دا ما حسي أنه إحنا ممكن نشارك لو نبني السودان من ناحية إنه ما بتكون وزير وما حتكون شنو ولا حتكون في أي من المستويات التشريعية والمستويات التانية ممكن نشارك بحثات تانية يعني نقدم للسودان دا بلدنا برضو وده ما يعني إنه زي ما بقول زهدي زايف السودانين مرات كده واحد يقول لك لا والله أنا ما داير عشان داير الناس يحن نسوا كده ده موقف ما بداي أنا بقوله يعني بعدين الحاجة التانية السودان دا ما بيخدموا بس من إلا تكون وزراء كلهم كم تزعتاشر نفر شون يعني لو شالوا فلان وخطة فلان ما بتعني حاجة بل عكس البلد محتاجة أكتر من كده محتاجة نحن نخدمه أكتر من كده وإنت عين حجم الخرابة الحاصل فيه كبير جدا جدا ما الوزراء بس هم نحن يصلعوا الكلام دا ولا البرلمانيين بس ولا كده بعدين السلطة دي يعني حاسي حاليا هي ما الغاية النهائية البلد فيها حرب البلد فيها تفكك للسجل اجتماعي البلد فيها دموغراطية ما موجودة فيها ولا مؤسسات دموغراطية ولا سغافة يعني موجودة عند بعض الناس فالكلام دا كله داير بناء حقيقي يعني بشكل حقيقي ونكونوا قاعدين وجوزوا منه ونراغبوا وإنت حتى لو افتكرنا بأن أنا ابني مزارعين إذا الزرع بتاعك دا إنت ما بقيت تجي وقاعد جنبه وبتراغبه وكده وبتشرف عليه العدار حياكله فالناس الكتار ضد الصورة دي كتار قاعدين هنا أحسن نحن نكونوا قاعدين ونراغب ونشتغل جنبهم ونكونوا متحركين معهم وفي كله أنشطتهم وبراميجهم وكده لحد ما نقدر نحقق السلام بشكل حقيقي داخل السودان ويكون سلام يعني ماشي في الشارع ونحن حاسين بها ولحد ما نجيب الدموقراطية بشكل حقيقي يعني لكل السودانيين فدي أكتر حاجة نحن ممكن نخدم بسودانيين هنا وبعدين البلد ماشى لدموقراطية شايف نفسه ممكن دائر لموقع أو لمنصب ولا وزير ولا برلماني بعد ثلاثة سنوات في انتخابات ممكن نخدم للسودانيين أو سودانيين وفيدي خيارهم يجيبوه جبي في أي الخانات يمكن أن نضع مباركة لدولة اليوم وهل صحيح هذا سؤال مركب هل صحيح أيضا أنكم في طريقكم للانضمام لأحد كتل الحرية والتغيير أحد الأحزاب السياسية المنضوية تحت الحرية والله يدر أوريك برضو يعني الانتماء عموما لكل الأحزاب أو لكل الحركات كذلك هو يعني خيار شخصي ويزول محل عجب وهو بيمشي يعني ومحله شايف يمكن يقدم حاجة ودي حاجة ما عيب وكل الأحزاب دي أنا بيحترمها وبحييها هنا بزات الزمل اللي كانوا معنا ضمن الأحزاب الكتل بتاع الحرية والتغيير وأنا ما لقيت إلا الخير منهم وما لقيت إلا الاتصالات الحسنة والجميلة والصداقات الشخصية ده المجتمع لأنا كنت أعايش فيه وما زلت أعايش فيه فيعني ما ما عندي معام مشاكل ولا حتى لو في حاجات بيكون في إطار العمل ولكن حاليا أنا لا أفكر يعني في لا أفكر حاليا في الانتماء لأي الأحزاب ولا حتى الحركات وأنا قاعد وحاكون مشارك ضمن الحرية والتغيير في كل أنشطة الحرية والتغيير لأنه أنا جزء زي ما أنت عارف من كل تنسيقية الحرية والتغيير بدأنا الإشراف على المواكب والاعتصامات والاضرابات من شهر يناير يعني أنا دخلت التنسيقية في شهر يناير وكنت ضمن الزمنة الأطناشر ولكنا 14 كنا بنحرك الحاجات المواكب وكذا وحتى جيت راجعي بقيت ضمن الوفد التفاوضي ونقلنا الأنشطة من كانت على الواتساب وأنا بحيي الزمنة صراحة في التنسيقية شباب سودانيين يعني قدموا واجب كبير جدا وبغض النظر عن أنه كان عندنا مخطاة طبعا الأخطاء دي حاجة طبيعية أنه إحنا ما كنا ملائكة في التنسيقية وكنا بشر يعني عندنا أخطانا وكذلك يعني قدمنا للسودانيين على الأقل ساهمنا في تنظيمهم وأكيدا لحد ما تم سقوط النظام إذا اكتفينا على كده بس ده شرف كبير صراحة بالنسبة لنا طيب على ذكر الواتساب يعني هناك بعض الشكاوي من اتخاذك لمنصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء شخصية للعامة هناك بعض الشكاوي من رفاقك السابقين يعني ربما في ذلك الوقت كنت ناطقا رسميا باسم الحركة الشعبية قطاع الشمال هذا السلوك السودانيين لم يتعودوا عليه من الحركات حركات الكفاحة المسلحة لم يكن هذا السلوك بهذه الكيفية ربما هل كانت مؤشرات الاستقالة محتملة توقعها الكثيرون والله ادريك برضو الكلام ده سؤال مهم لانه ورد حتى في الختاب بتاع مالك الرئيس الحركة مالك عقار اشار الكلام ده وانا عارف الاسباب صراحة حتى البوستات اللي انا كتبت عارفة هي كانت عن ماذا سودانيين محتاجين يعارفوا انه دي شنو انه كنت عرائيه شخصية اللي كنت بنشرها داخل في صفحتي في الفيسبوك دي كانت يعني اللحظة الاولى بتاع التوقيع على الاحرف الاولى عن الاتفاق بتاع الحرية التغيير مع المجلس العسكري انا رحبته بالاتفاق والحركة كان دائرة نتخذ موقف غير كده انا كنت لا وانا ما كان انه اسوي الكلام ده الا لانه انا شفت انه الخط اللي احنا لو مشينا ضد الاتفاق ده خطر على البلد صراحة ماذا كانوا تريد الحركة شخصية والله كانت عندها بعض الملاحظات وانا كنت بفتكر انه بعض الملاحظات ضد الاتفاق يعني ضد التوقيع يعني ما ممكن اقول لك ضده كده لكن كانوا عندهم بفتكر انه ماقص وما نرحب وما نستعجل ونكون عندنا بعض المواقف وكده والكلام ده ما كويس وخلينا انا بقوله اتسكع إذا كان الكلام ده ما كويس خلينا نعاجلوا داخل أنه إحنا جزء من الحرية التغيير خلينا نعاجلوا داخل الحرية التغيير نصهر للشعب السوداني السودانين كلما كانوا يحتفلوا بالاتفاق وأنا ظلط من ضمن الناس ما أخفي أنا كنت محتفل بالاتفاق لأنه أنا بفتكر أنه على الأقل الاتفاق هذا اللي حيعملوا حيحرقنا الدماء لأنه الوضع كان في تنشن صراحة وأنا شفته هنا في الخرطوم في تنشن وفي الفيضة الاعتصام حصل للناس والناس كان الوضع محتغل وبعدين البلد ما كان معروفه ما الشلوين فإذا في بصيص بتأمل إنك تتمسك بها وتتتمسك بها وتكبروا الكلام ده حيث تطلع صح يعني تأييدنا الاتفاق كان صحيح وسليم في النهاية أي ناس كانوا ضد الاتفاق ده الموقف بتاعم بيقى ما صح ربما لكن أنت تم ترحيلك إلى جبل بعد توقع منك الموقف آخر ما مشكلة أنا ما بأخدك شخص أنا رح ألوني مبارك شخص لكن أنا ما بربط حاجاتي الشخصية بمصلحة السودانيين كلهم السودانيين ده ما مبارك بس ولا حتى المجموعة الراقبة في الطيارة ولا حتى المجموعة رحلتنا ولا حتى المجموعة الاعتغلتنا السودانيين ده الكتار موجودين في كل العالم لما الحق يتمتعوا بوطن فيه سلام ولما الحق يتمتعوا بوطن فيه دموقراطية الاتفاق ده أنا كنت بانظر أنه الاتفاق هيضعنا هيضع العجلة بتاعته التحول الديموقراطي والعجلة بتاعته التحقيق السلام في البداية الطريق وكانت صحيحة يعني ده واحد فكان ده النقطة لشارلال الأستاذ مالك في خطابه انه يا خيط بتعبر عن آراء وبالنحية تنظيمية اذا مثلا ان احنا مختلفين داخل الحركة فرضنا جدلا حول الموقف من الاتفاق الطريقة السليمة اللي بيحصل الشماء ان الناس مفترض تتمع ويحصل نغاش حول انه الناس المعيدين للاتفاق يقولوا رايم والناس المعارضين للاتفاق يقولوا رايم بعد ذلك المسألة تتحسن بطريقة ديمقراطية وده لانا كنت اطبعه وكان رفضه فانا اضطريت انا الموغفة لهم دارينانا اعبر بهم ما كنت متفق معهم طلبت في الاتماع رفضه انا لن الزم رفض الاتماع صراحة وكذا رفض الاتماع انا لن الزم اذا رفض مني اغامة اتماع في قضية كبيرة تتعلق بالسودان انا لا اجامل في الامر انا لا اضمت للحركة كدين ولا اضمت لها كطريقة دينية طائفية ده تنظيم سياسي وده ما غاية صراحة الغاية انه تنظيم السياسي مفترض يخدم شنو؟ الغناعات الانة يعني ملتزم بها اذا شفت في تعارض طوالة مصلحة بلدي فهو كل حاجة طيب كيف تنظر الان لفرص العملية السلمية الجارية تم التوقيع في جوبا كما تعلم على اتفاق الضطاري بين عدد من حركات المسلحة وبين الحكومة الحالية بشقيها التنفيذي او مجلس الوزراء والسيادي ايضا هناك حديث حديث متفائل عن اقتراب عن اقتراب السلام لكن ربما من يستمع الى حديث مبارك اردولا الان يشفق على هذا السلام ما رأيك؟ والله انا مادر ارسل رسائل بتاعتشاوم صراحة الامر انه يكون في نية للناس يحققوا السلام او يتصطهم من اجل تحقيق السلام ده جهد مفترضنا رح يبهو كلنا مبدئيا اي جهة دارة تحقق انهاء الحرب في السودان تنهي الحرب بتاعتنا وتقوم تخلينا طبعا انهاء الحرب خطوة وتحقيق السلام خطوة تانية تنهي الحرب وعشان نحن كسودانيين نحقق السلام ده خطوة انا برحبها صراحة وخاصة عبر السوداني 24 انا بشكر حكمة الجنوب وكل الشركة الاغليمين يعني في الاغليم الموجودين سواء كانوا شركة من الدول الافريغية والدول العربية انا بشكرهم كلهم الجهود البقوموبا عشان ينهي الحرب في السودان وتحقيق السلام وفي النهاية اتزول البيجي دارة صالحك في بيتك انت مفتر فضليه واللجنة برئاسة السيد توت قلواك والبيشرافة السيد رئيس حكومة جنوب السودان السيد سلفاكير ما يردد الجهود البقوموبا جهود مغدرة وطاريخيا حسجل زي ما بقول في الصفحة بتاعتهم في السودان انهم سهموا في انحاء الحرب بعد سقوط نظام البشير هذه جهود سلفاكير والجنوب والدول الاغليمية لا تحدثنا عن حركات المسلحة ايوه انا جايل انا جايل السؤال ده الاجابة فيما يخص التحقيق السلام الطريقة اول يعني محتاجة مراجعة صراحة يعني المفاوضات المباشرة دايما بين الطرفين زي يعني الطرفات الطرف الحكومة ويكون في طرف حركات الكفاح المسلح اللي اتنين كدكونوا قاعدين الطريقة دي اتجربت في السودان كتير اتجربت في عديسة بابا في بعد انقلاب بتاع نميري بين جوزيف لاغو كان رئيس للانيانيا و أبي لالير كان رئيس وفد الحكومة حصل مفاوضات وجابوا سلام وكل السودانين احتفلوا الجيل ده طبعا لالجيل بتاعينا ولالجيل بتاعك لكن ده الجيل بتاع السودانين الاخرين الموجودين وجزء منهم بيشاهده لكن بعد عشر سنوات رجعت الحرب تاني في اثنين و السبعين في الثلاثة وثمانين رجعت الحرب بغيادة الدكتور جونقرين في جنوب السودان معناته ما حلت جزور المشكلة ما حلت جزور المشكلة الثانية جاء جونقرين جاء بعد 2005 يعني بعد 22 سنة جاء برضو واقع اتفاك سلام في نيفاشا كطرف والحكومة بتاعد الإنغاس وقعت برضو جاء في 2011 نحن رجعنا الحرب بغيادة مالك عقار عبدالعزيز الهلو السؤال اللي بيطرح نفسه هنا برضو الطريقة دي ما حلت جنوب المشكلة في 2007 حركة تحرير السودان اما شا توقعت اتفاك سلام في عبوجة وعبر عماني جبق مساعد رئيس الجمهورية وتاني لكن رجع الحرب في 2010 و2011 دي كل بتسجل شنو بالنسبة لنا في الصفحة بتاعاتنا في تحقيق السلام في سودان يقبل المفاوضات المباشرة القات تتيم بشكل سناعي من حركة الكفاح المسلح من جهة والحكومة من جهة اين حكومة كانت ما حققت سلام في ارض الواقع سلام فعلي يعني كانت تريد ان تقول انها ليست الحكومات فقط هي من كانت حتى الطريقة في اساسها ما حققت يعني طريقيا دي ما حققت الطريقة بتاع المفاوضات انه تجيب طرف الحكومة بجاء وطرف الحركات الكفاح المسلح بالاتجاه التاني وتيفر كانت يعطو حركة اذا كان حركة الشعبية وحركة تانيانية وحركة التحرير السودان وحتى في ابوجة قبل كده حصل الكلام بين ايمين في الدوحة بين تجاني السيسيا والحكومة السودانية وفي النهاية الحرب كانت مستمر في دارفور الطريقة الجديدة المفترض نحن نتبع انا افتكر انه الطريقة الجديدة تكون طريقة مسلحة اول الحرب يا الساس راشد يعني الحرب دي ما عندها طرفين فغد انشان نعرف الحرب ذات في طرفين اللي حاربه الحكومة والمعارضة المسلحة وفي المواطن اللي بتدور الحرب في منطقته اللي بسبب الحرب ده بينزح في معسكرات اللاجئين وبينزح في معسكرات بر بلده معسكرات اللاجئين دل طرف برضه عملية السلام ما قعد تشمل الجماعة ديل اذا انت الحرب بتدور في غريتك وفي منطقتك وكده يجب اذا من حق قدتك مواطن تحدد مستقبل السلام مفترض تكون كيف وانت داير تكون كيف يعني ما في زول فوض حركة تحارب نيابة عنه في قضايا نمر اثنين ما في زول فوض حكومة تدافئ او تحارب الحركة دي نيابة عنه فيقبئ انه المواطن داين 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 صوت لازم يصل في مسألة تحقيق السلام تاني في حاجة على اي عملية تحقيق سلام بعزل الغوة السياسية ما بينجح صراحة والغوة السياسية ممكن يعني مدي سياسة في النهاية ممكن الاتفاق دا لو شافت ادت حركة الكفاح المسلح اكتر منا ممكن تعمل شنو تشتغل ضده بكل صراحة وبكل وضوح يعني نحن نقول عبر الغندي فنحن نكفي هذه السغرة القوات السياسية لازم برضو تشارك في صراحة وبرضي هي تتضرر من عملية الحرب يعني إذا من الحرب لقل ما بقدر يزور مناطق أنا حس هنا ما بقدر أمشي الغرية بتاعتي لأنه في حرب أنا ما تعب على أي حركة وما جزن الحكومة لكن ما بقدر أمشي الغرية بتاعتي وده ناس بحارب في منطقتي أنا فطيب ليه عملت السلام أنا ما بكون عندي شنو في وراي السلام ده يعنيني الحرب إذا كانت بتعنيني أنا وأنا بتضرر من إذا في المزرعة أو ما بقدر أمشي الغرية أو بزرع الأغام في مناطقنا أو في دانات بتاع في قصف جوي بيحصل يجب إذن أنا عندي حق أتحدث إنه السلام ده كدر يتحقق يتحقق بطريقة أنا أكون رأي في بعد ذا في المجتمع المدني والأطفال وما شاب وما شاب هذلك والانتهاكات ضد النساء وكده هذا كله دين برضو أطراف مهمة هل تعتقد أن هناك دول تسعى لألا تتوقف الحرب في السودان دول إقليمية الآن موجودة والله ربما نازل موجودين لكن نحن كدنا خدت المسألة في رقبتنا أول كسودانين نحن عملنا كسودانين عشان نحن نوقف الحرب فأنا أفتكر أن الطريقة الجديدة مفترض تجد الأطراف تكون موجودة في القاعة تحت تحقيق السلام وأنا بدأ بصراحة أنه يكون في مؤتمر للسلام يشارك فيه الحكومة من جانب والحركة الكفاح المسلح من جانب ثاني المجتمع المدني السوداني يشارك فيه الحزاب السياسية يشارك فيه المواطنين الموجودين في مناطق الحرب المواطنين الموجودين في مناطق الحرب سوى أن كانوا نازحين أو لاجئين أو مواطنين مستغرين في مناطق الحرب يشاركو القضايا المرفوعة وزي ما قبيل قلت لك القضايا المرفوعة كلها في مسالة السابة سبب للاندلاع الحرب هي ما قضايا شخصية ما بتعاني الحركات ولا حتى وقد يختلفوا ما يعني يختلف حول القضايا يختلف حول إجراءاتها التنظيمية حركات المسلحة فيكب أن القضايا يخطوها شكل العلاقة بين المركز والإغليم مثلا الأغاليم بتاعت الحرب دي سواء كان جبال النوبة النيل أزرق أو دارفورة وحتى شرق السودان شكل العلاقة بينه وبينه ده ما بتحدده حركات القفاح المسلحة والحكومة المواطن القاعدة برضو عند الرأي الحوال السياسية عند الرأي والأحزاب السياسية عند الرأي والمجتمع المدن عند الرأي برضو يحددوا فيه مثلا تكسيم الصروة الموارد إدارة الأغاليم النازحين واللاجئين ده كله لازم ديل برضو يشاركو يقول فيه ممكن يجي فيه حاجة واحدة ممكن تكون خاصة بينه والكفاح المسلح مثلا الترتيبات الأمنية هي والمجتمع المدن والأحزاب السياسية لأنه الغتاع الأمني ده إذا حصل فيه أي نغاش مفترط يشاركو فيه كل السودانيين حول مستقبل الغتاع الأمني في السودان أنه يحصل فيه المسألة الممكن تجيب خلاف أنا متوقع دي المسألة بتاكسيم السلطة وطبعا يعني الحرب اللي بتنتهي لتقاسم السلطة دي يعني صراحة حرب يعني بتكون ما شريفة صراحة الحرب مفترض تنتهي يعني ما يعني أنه السلطة ما واحدة من القضايا واحدة من القضايا لكن ما كل القضايا هي الجزء من القضايا وليس بكل القضايا فلذلك المسألة بتاكسيم السلطة ممكن يشوف فيها حلول الحركات الكفاح المسلحة وزينها ما واحد حجيمها ما واحد مؤيدنا ما واحد ولا حتى الجيوشها ما واحد وكذا فكل السودانين عارفين مثلا الليلة لو قلتنا يا أخي أكبر حركة موجودة في السودان دي أتمرو ومثلا الأحزاب الحركات الثانية ما هي أكبر حركة مثلا عبدالعزيز الحلو ومسيطر على أكبر مناطق في شنو في السودان يعني مسألة موجودة وكذا وعنده جيش وعنده مناطق ممكن تمتد من قرب أبو جبيها لحد شرق لقاوة مثلا دي منطقة كبيرة جدا ما في سودان ما بقدر شنو وما بقدر ما قادر تعرف الكلام ده ممكن يجي ياخد على حسب إذا الناس معترفين بهذا الأمر ياخد نسلة نسبة كبيرة في تقاسم السلطة مثلا ومثلا وهكذا الآخرين وفي حاجة تانية يعني في جوبا أنا كنت اعترضت على مسألة الجفهة السورية في الميساق بتاع الواقعاته مع المجلس السيادي جاء قالوا يا أخي في الفغرة دال أربعة أذكر في الميساق قالوا إنه الاطرافة المشاركة في عملية السلام هي الجفهة السورية الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو الحركة التحرير السودان عبدالواحي وفي حركة بسمها تجمى وقوة تحرير بتاع الطاحر حجر وقالوا أي طرف آخر تحددوا الأطراف الأساسية هذه فيها سونية صراحة الحرب شاركوا فيها حركات كثيرة وفيها حركات كثيرة قاعدة أنا أنت زي ما عارف أنا جاي من الحقل ذاك أنا بعرف ناس كتار ما تعبعين الجفهة السورية ما تعبعين لعبدالعزيز ما تعبعين لعبدالواحي قاعدين عندهم سلاحة مقاعدين دال ما رخليه مورانا والسودانين ما يخلوا النازل ورا إذا أي زول بحاول يجي يقول لكم الله النازل الصغار وكده القلام ده ما صح الزول صغير حيكبر جونقرانك ده ظهاته في 72 كان صغير في 83 كبير نحن دعني ماذا يرينا التجربة تتكرر إنه أي زول قاعد يجي يخش الغابة التحقيق السلام ده ما يكون حكر لزول الحرب والسلام ما بحددوا نفر ولا نفرين ولا تنظيم ولا تحالف بتاع الجفهة السورية ماذا عن علاقاتك مع ياسر عرمان ما عندي اتصال صراحة حتى الآن وما في حاجة بتجمعنا يعني أكثر الحاجات التي كانت بتجمعنا العلاقات التنظيمية لكن حاليا من الاستغالة ما في اتصال بينه وبينه وريد زول قاعد في محل يعني طيب الكثيرون يعتقدون بأن مبارك أردول أستاذ مبارك أردول حينما أتى للخرطوم وخلع البزة العسكرية وارتد الزيء المدني الأنيق ومارس السياسة استطاع أن يصل لأهدافه بشكل أسرع كثيرون يعتقدون أن هذه الثورة لو لا سلمية هذه الثورة لما تمكنت أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن سؤالي لك عن المستقبل كيف يقرأ مبارك أردول مستقبله السياسي وكيف تقرأ مستقبل حركات الكفاح المسلح بالتحديد تلك الحركة التي أتيت منها طيب كويس أنا عبداليك بس سؤال حول المسألة بتاعت المستقبل السياسي بتاعي بعد ذلك بدل الحركة صراحة يعني أنا بطبيعتي ما عسكرية صراحة العسكرية دي يعني فرضت لينا فرضت كواحدة من المطلوبات في الحركة الشعبية أنا كنت طالب جاي من قطاع الطلبة وانضميت للحركة في 2003 صراحة قبل تحقيق السلامي ممكن بسنتين انتغينا بالدكتور جونقرانج في المنطقة المنطقتنا يعني في جبال النوبة وقعدنا معه وجلزنا مع عبدالعزيز الحلو مع إسماعيل جلاب دي 2003 كنا مجموع من الطلبة بنتبع للتنظيم الطلابي هنا للحركة اسم الجبهة الوطنية الأفريغية بتبنى نفس شعرات الحركة فماشينا والانتغينا بجونقرانج بعد ذلك على انضمامنا بشكل رسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان بعد ذلك واصلت ولقين عنه الشرطي انك تخش المركز وتتدرب وتقبع عسكري وكذا على لقل تدافع عن نفسك طبعا ما بتقدر تغير القصة دي وانت جديد يعني من كان أنا عندي رأي صراحة في العمل العسكري كشخص يعني ما طبيعتي أنا ما بلق روحي في العمل العسكري واشتغل ده ما المهنة ربنا خلقني لها صراحة فكت بميل دايما في شغولي للجانب شنو للجانب المدنية حتى في الجيش يعني بميلني للجانب المدنية حتى في الجيش فعشان كده وكت أجي في المحال السياسي بلقى نفسي يعني محالة اللي أنا برتاح له بلقى نفسي محالة اللي أنا بشتغل فيه أو ده الحتة اللي أنا متخصص فيها يعني على الأقل بقدر بقدم فيها أكتر ففيما يخص المستقبل صراحة ما فيه شي مخيف حسي حاليا وفي السودان السودان بتشكل حاليا نحن خلينا والسودان داير بناء المواطن حسن ما داير سياسة كتير المواطن في السودان عنده قضايا راحنا قاعدة في الترابيزة حول الأكل والشرام والأمن والاقتصاد والوقود وكذا وكذا المواطن ما بيأكل مننا نشاعرات سياسية خلينا نخدمه في دي أول نوفر له الغايمة الطويلة بتاعت شنو حاجات دي حاجات المواطن دي وبالطريقة المباشرة وبالطريقة غير مباشرة بيعبر التنبيه الحكومة يعني كتابة وتوجيهة وكذا 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 بعد ذلك وكتنجي مسألة إنه نمارس سياسة بشكل مفتوح لكون عندنا منظمات كذا بجائب أنا صراحة يعني التجربة بتاعت الرئيس الفرنسي ماكرون أنا ملهم باشدين صراحة هو طلع من الحزب الشيوعي على ما أعتقد الجناح والجناح اليساري عموما عشان نكون دقيقين وماش عمل حركة يسمعي للأمام عمل حركة ما تم سنتين وصل وصل لرأس الجمهورية التجربة ملهمة أنا مش درطبك كوبي ولا كذا ولا يندي مثلا كلام زيدا لكن يفتكر إنه على الأقل يعني هو ما يتغيد بشنو بالشخصيات الكبار وكذا وكان عنده يعني الطريق قدامه وما حتى حتى وإذا كان معارف الطريق قدام فاتح صراحة أنا جاي بالطريق قدامنا فاتح أول خلينا نجهز الملعب في السودان حول الديمقراطية حول مشاركة الناس حول دولة الغانون صراحة والدولة بيحترموا الدولة ما يحصل فيها انقلاب الغطاع الأمني شغال شغلوا والمواطن يعني عايش عشتوا بأمن وسلام أما المستقبل الحركة بتاعتنا وده رسالة يعني مش ليهم هم بس وحتى للناس التانين حركاتها الكفاحة المصلح هي دائرة جراحة عميقة في مساءات التحول صراحة نعم أشكرا جزيلا شكرا لأستاذ مبارك أردول الناطق باسم الحركة الشعبية قطاع الشمال سابقا صادقا رحمة نعم شكرا جزيلا سعيدت جدا باستضافتك اليوم في هذا الجزء الثاني من حلقة اليوم من دائرة الحدث شكرا جزيلا لك مع التمنيات كل التمنيات لك بالتوفيق شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا هذا الفاصل ملفنا الثالث والأخير الوثيقة الدستورية الخفي والمعلن قوم معكم شكرا جزيلا